اشتركوا في القناة وهي للربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات رح يمكث فيها القمر طبعا لغاية ساعة 5 و 42 دقيقة صباحا من صباح يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لها منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج طبعا احنا الان في فترة خلو مسار خلو المسار هذا مستمر من الساعة 22 و 21 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة 11 و 5 دقائق مساء من مساء هذه الليلة اللي هي موعد بث الحلقة لا ينتقل القمر بعدها لها برج العذرة يعني احنا الان في فترة خلو مسار مستمرة طبعا بتوقيت الاردن لغاية الساعة 22 و 5 دقائق بعد منتصف الليل او في ساعات الصباح فترة خلو المسار هاي لجميع الابراج هي فترة سيئة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا ساعة 11 و 5 دقائق مساء بتوقيت جرينيج القمر رح يكون استقر في برج العذراء هو رح يشكل زوايا منفصل ما بين القمر وما بين بعض الكواكب اللي بكرة رح يكون لها تأثيرات اليوم ما فيه لها اي تأثيرات فمنعتبر القمر احنا شبه المحترق بالفترة هاي لانه ما بشكل اي زوايا متصلة اليوم معظم الزوايا اللي رح تتشكل هي زوايا بطيئة ما بين الكواكب الكبيرة مع بعض رح نحكيها باذن الله طبعا القمر تلقائيا بس يدخل على برج احنا منكتسب من بعض صفات هذا البرج او الصفات الرئيسية لهذا البرج فاليوم احنا منعود لطبيعتنا للجدة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة او في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك لا واردة ولا شاردة دون تفحصها يعني مندقق بكل التفاصيل منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام منشعر انه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن نتفقد انفسنا وننتقد انفسنا ونتوهم امراض ما الها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين وشرب الكحول والمهدئات بوسع اقتناع حيوان اليف مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية حكينا كل الزوايا اليوم هي ثلاث زوايا والزوايا هاي زوايا بطيئة ولكن تأثيراتها بتستمر يعني هي مستمرة تقريبا الها اربع ايام ورح تستمر معنا قرابة الاسبوع قادم رح تكون هاي تأثيرات لهاي الكواكب مستمرة طبعا الزاوية الاولى هي زاوية تربيع سلبية وهي اوج الزاوية يعني هي لها ايام موجودة ولكن اوجها اليوم اللي هي بتصير زاوية متصلة كاملة هاي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين بلوتو رح تكون في تمام ساعة ثلاثة وصد دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بتدفع يعني بتدفع للعنف وبتجعل المزاج عنا عدواني وعصبي لدرجة انه اي موقف او اي تصرف ممكن يستفزنا تاني اشي بما انه الزهرة فمعناته العلاقات العاطفية فبنلاحظ انه في الفترة هاي العلاقات الضعيفة بلش يصير فيه مشاحنات ما بين اصحابها او ما بين الحبيبة اللي علاقاتهم ضعيفة صار يصير فيه نوع من انواع المشاحنات ما بينهم ففي هاي الفترة ممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية على المدى القريب اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية ايجابية زاوية تثليث ايجابية بين المريخ وبين بلوتو وهاي راح تكون فيه تمام الساعة 12 و19 دقيقة ظهرا شوي هاي حتى لو انها ايجابية الا دخول المريخ وبلوتو اثنين مع بعض يعني بيجعلوا فيه نوع من انواع العنف فهنا يعني بتخلينا شوي انه نكون خجولين او نتردد في ردات الفعل او انه يعني نحاول انه قدر الامكان هيكي ما نجرح اللي حولينا ولكن ممكن يكون مننا رد على شخص بثيرنا بعنف شديد فمنلاحظ انه الزاويتين الاولى اللي هي كان الزهرة موجود فيها مع بلوتو والمريخ مع بلوتو رغم انها هاي ايجابية الا ثنتين النبرة او نبرة العنف بتكون ظاهرة اكثر اما بالنسبة للزاوية الثالثة اللي هي زاوية تثليث ايجابية برضو راح تكون بين الزهرة وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة وحدة واربع دقائق بعد الظهر بتعزز الجوانب الاخلاقية والذوقية في السلوك وهاي بتسهل طريقة التعامل ما بيننا وبين الاخرين والتفاهم معهم كمان بتسهل عملية الاقناع وخصوصا عند الاشخاص اللي بيفتقروا للمرونة اولاد دبلوماسية هاي ممكن اتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك مثل الفن والديكور والتجميل واللي بيشتغلوا في مجالات العمليات التجميل فبصير عندهم ابداع بالفترة طبعا بالنسبة لخلو المسار القادم بما ان القمر رح يكون في العذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء يوم سبعة تسعة بيبدأ طبعا خلو المسار هذا في تمام الساعة سبعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساءا وبيستمر حتى اليوم التالي يعني من يوم الثلاثاء ومنتجاوز منتصف الليل لليوم التالي اللي هو الاربعاء ثمانية تسعة حتى تمام الساعة ثلاثة وعشرين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر طبعا انحسار الهلال ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وتسعة عشر دقيقة صباحا يصير تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة تقريبا ما بين ثلاثة لخمسة في المية طبعا هو غير منظور الآن يعني بدأ يختفي اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم اثنين وعشرين تسعة اليوم ترتفع السعادة تبعتها حتى تصل لنسبة ستين في المية القمر حكينا انه الان هو في الاسد وبدأ ينتقل ساعة اه احداش اه لا بتوقيت جرينيتش للعذراء رح يستمر في العذراء لغاية ثمانية تسعة هو سعيد بنسبة خمسة عشر في المية لوجوده بالعذراء ولكن فعليا انا بشوف انه هو يعني صفر سعادة لانه اه محترق اليوم ما بشكل زوايا قوية عطارد في الميزان حتى يوم سبعة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في الميزان حتى يوم عشرة تسعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في العذراء حتى يوم خمستاش تسعة منتحس بنسبة خمستاش في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم ثمنتاش عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احداش عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية ورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم ثمنتاش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا لحد الآن القمر موجود في البيت الخامس لإلك ولكن أنه تأثيراته ضعيف جدا وبدأت تأثيرات الانتقال اللي هي من ناحية العاطفية أو من ناحية الحضوض أو الدعم بدأت الآن تتحرك باتجاه العمل أكثر فعشان هيك يبتجدوا أنه اهتمامك بأمور الهلاقة بالأمور المادية أو العملية أو علاقتك بزملاء العمل أكثر ممكن يتراكم في هذه الفترة العمل أكثر من المعتاد خصوصا هذا اليوم وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم في منكم ممكن يكون لمراجعات طبية أو يعني مراجعة مستشفى أو فحصات طبية خلال هذا اليوم حاولوا إيجاد الحلول اللي بتناسب طبعا جميع الأطراف في مجال العمل علجوا المسائل الطارئة خلال هذا اليوم خلي فيه نوع من أنواع التواصل والاتفاق بينكم وبين المعاونين حاول أنك تبحث عن حليف أو عن دعم وحاول تتجنب الإساءات لأصدقائك وشركائك يعني الفترة هاي بتركز على العمل على الصحة على بعض الأمور الاجتماعية برج الثور تظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم طبعا اليوم القمر الآن هو في البيت الرابع ما زالت الاهتمامات على مستوى البيت والعائلة هي المسيطرة ولكن كل ما اقتربنا لساعات منتصة في الليل نجد أنه بلشت عنا طاقة العاطفة أو التقرب من الأحباء أو الرومانسية أو الحنين هو اللي بيسيطر أكثر فعشان هيك الرغبة اليوم بتكون قوية في التقرب من أحبائكم وإمكانكم اليوم إيجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم إمكان حبيب أو أبناء أو أي شيء له علاقة بالعاطفة حتى والآباء بحيطك الفلك اليوم طبعا بنوع من أنواع الحيوية والحماسة بتقدر اليوم تتابع كل المسائل المطلوبة منك بتقدر تتواصل مع المحيط بشكل جيد تعتبر هاي فترة ممتازة جدا حاولوا أنكم تستغلوها قدر الإمكان في كل الأمور اللي ذكرناها رح تشعر اليوم بنوع من أنواع الطمأنينة والراحة أكثر من المعتد برج الجوزة طبعا عنصر الحركة هو المستمر مازال فيه نوع من أنواع الاتصالات أو الرغبة بالتواصل بالمجتمع أو الاهتمام بالإلكترونيات أو الاتصالات إلى غاية منتصف الليل طبعا الأجواء صارت منتزجة هسا ما بين الاتصالات وما بين الأمور العائلية بعد منتصف الليل بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية يعني اليوم طوله بيصير فيه اهتمام عائلي أكثر بوسعكم دخال تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تشعروا ببعض الحزن والتعب وممكن تبحثوا عن ملاذ آمن أهم إشي أنكم ما تنتقدوا أقرب الناس لإلكم في بعضكم ممكن يكون فيه عنده بعض التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط أو الأمور الطارئة أهم إشي ضبط الأعصاب ما في داعي للإنفعالات مهما كانت الظروف برج السرطان طبعا الأمور الآن مركزة على الوضع المالي شوي فواتير أو دفعات أو ترتيب أمور مالية أو ميزانية أو إشي إلو علاقة بالمحاسبة فيه اهتمامات الآن دخلت على الطريق اللي هي الاتصالات الإلكترونية السيارات الإخوة الجيران أهم شيء أنه اليوم تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن أو التنقلات ما في داعي للسرعة حاولوا أنكم تدخلوا فيه نقاش حاد ما بينك وبين أخ أو جار ممكن يسجل اليوم هذا لقاء مهم أو اتصال مفيد أو تجيك أخبار ممتازة ممكن بعضكم يجري بحث أو مفاوضات ناجحة عندكم قدرة إقناع عالية فعشان هيك الأمور بتكون لصالحكم في بعضكم رح يقوم بزيارة أو بعضكم يلاحق عمل ملح أو ضروري خلال هاي الفترة لأنه الأجواء الآن كلها الحركة والاتصالات والإقناع والزيارات فالأجواء تقريباً بكون فيها إيجابية عالية برج الأسد خففوا النفقها تقدر المستطاع طبعاً اليوم أنتوا الآن بتشعروا في نوع من أنواع الحماسة أو أنها تغيرت شخصيتكم هدت استقرت ما في ضغوطات مثل الأيام الماضية تقريباً طلعت أنت اللي في بطنك من مشاحنات أو من أشياء أنت مذايق منها أو من أشياء أساءت لك بالفترة الماضية تقريباً أنت طرغت جعوبتك من الأشياء اللي كانت متعبيتك الآن أنت بتدخل على مرحلة جديدة هاي المرحلة فيها راحة أكثر الاهتمامات بتصير اهتمامات مالية أكثر حاولوا أنكم تخففوا بس من نفقاتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن اليوم تناقشوا موضوع مالي أهم إشي أنكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل حاولوا أنكم ما تبذروا أو مالكم أنكم تكونوا عقلين ومتيقذين قبل التوقيع على عقد وحاول أنك تحدد أهدافك في قسم من موليد برج الأسد ممكن يحصل على دعم أو على هدية أو على مكافأة معينة برج العذرة طبعا الآن موعد بث الحلقة ما زال فيه نوع من أنواع الضغوط على موليد برج العذرة تشعروا مش بمثل الأيام الماضية ولكن أنه لسه ما تزال أن الطاقة ضعيفة شوي مع اقتراب ساعات منتصة في الليل بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور اليوم رح تكون مميز بأداءك الفترة هاي واعدة بخبر أو بتسوي أو بانطلاقها بمرحلة جديدة ممكن تطرحوا اليوم أفكار جديدة وممكن تجتهدوا في إنجاح مشروع جديد الفترة هاي يعني فيها نوع من أنواع الحماسة والوضوح في الأفكار فعشان هيك الأجواء مناسبة وجيدة لإلكم يعني رح تبلش عندكم مرحلة جديدة فيها كثير من الإيجابيات وفيها كثير من المكاسب برج الميزان طبعا ما زالت اللي هي الاهتمام بالأصدقاء بالاتصالات بالحوارات هاي أكتر إشي يعني هو اللي مشغل فكركم يعني شوي بلشتوا تشعروا بإنه طاقتكم ضعيفة مستعين من شيء معين في شيء معين بالخفاء هيك ضاغطكم إشكالات أو سوء تفاهم قلق أو ارتباك على أحد الأشخاص أو المقربين عشان هيك أنتوا الآن بلشتوا تدخلوا بمرحلة اللي هي إنه القمر موجود في بيت المتاعب فهذا بتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم ممكن يسيطر التعب عليكم حاول إنه ما تفكر في إلغاء كل الموعيد إلا الموعيد اللي مش ضرورية ابتعد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين ممكن تهدأ وطيرتك وتتراجع الأرباح والحيوية خلال الفترة هاي فهي يعني بمعنى آخر هاي فترة تعتبر كل دورة فلكية لما بوصل القمر للعذراء فترة محبطة ومخيبة للآمال فعشان هيك حاول إنك تمشي الأمور بشكل روتيني وابعد عن أي أشياء ممكن تعملك مشاكل برج العقرب طبعا الآن القمر موجود في بيت السمعة ما زال يعني آثاره هيك شوي لسا موجودة على المستوى الاجتماعي العام على مستوى العمل علاقتك بالعمل اتصالات عمل مو كل إلك عمل بتحاول إنك يتممه صحيح إنه في عندك بعض ردات الفعل اللي ممكن تسببت لك بعض المشاكل أو خلاف ما بينك وبين أشخاص أو فهموك غلط الآن القمر رح ينتقل بعد منتصف الليل ويصير في بيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء أكثر منكم ممكن أشخاص يشاركوا في حفل أو في مناسبة سعيدة أهم مش إنك ما تبقى وحيد حاول إنك تسارع للمشاركة في كثير من الدعوات أو الاجتماعات حاول تلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك ابتتمتعوا اليوم بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز إنك تتجنب اتخاذ قرارات وخصوصا إذا كانت القرارات هذه مفصلية أو ضرورية بالنسبة لك راجح حالك ادرسها ركز قرر واتخذ قرارك إلى أن الفترة هذه جيدة برج القوس طبعا القمر الآن يعني موجود هو ما زال في بيت الاتصالات البعيدة والتواصل الدراسة النشاط الفكري البحث عن بعض المسائل العلمية لبعض الأشخاص امتحانات ولكن شوي الآن القمر بلش يدخل على بيت السمعة فعشان هيك ممكن كل يوم تحافظوا على سمعتكم في بعضكم ممكن يحافظوا على بعض الأعمال أو الإنجازات لازم يحافظوا عليها اهتمام برؤساهم بالعمل تقديم طلبات توظيف بحث عن عمل أو عن وظيفة معينة هذا يوم مناسب للي بيبحثوا عن عمل أهم إشي أنه اليوم ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقراركم اه أو باستقرار وظيفتك يعني بدك تتجنب التصرف الارتجالي نهائيا اليوم دك تدرس كل شيء وتكون واثق من الشيء اللي انت بتعمله مش تعتمد فيه على الحضوض ركز بشكل جيد على أعمال واحد قبل الانتقال للآخر نظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجديد طبعا الآن أنتو بدأت أثيرات الاتصالات البعيدة التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو بلشت اتصالات تيجيكم من برا أو رغبة منكم بالتواصل مع أشخاص ممكن مقيمين بالخارج أو أخبار عن بعض الأصدقاء الاهتمام بدراسة بامتحانات أو في أمور إلها علاقة حتى بقضايا قضائية أو أمور علمية فالقمر لأنه بنتقل الآن من البيت الثامن اللي هو بيت الشراكة المالية والعاطفية بيت الشراكة المالية أو الأموال المشتركة ورح ينتقل للبيت التاسع فبتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات أهم إشي أنك تكون أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم أنت عندك اندفاع وحماسة عالية جدا ممكن يترك هذولا أجمل الانطباعات عنك لأنه عندك حيوية فائضة بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك هاي فترة إيجابية جدا أهم إشي أنك ما تضيعها وما تضيع عليك الفرص لأنه يعني كل فترة طويلة إلي يجي القمر على البيت التاسع يعني كل شهر مرة برج الدلو طبعا القمر الآن بده ينتقل من مقابلكم تماما ويروح على البيت الثامن لألكم فعشان هيك الأمور اللي إلها علاقة بالأمور الشراكة والشراكة العاطفية والشراكة المالية علاقتكم بالأزواج الضغط اللي كنت حسين فيه الصحي أو النفسي شوي بخف لأنه رح يتحرك من مقابلكم تماما اليوم ممكن تهتموا بحسابات مالية مشتركة أهم إشي إنكو تخففوا من النفقات ومعنى مالية مشتركة يعني الأموال اللي إنت شركة فيها إنت وطرف آخر يعني مثل البنك قرض ميراث أموال الزوج الزوجة أموال الشريك هاي كلها اسمها أموال مشتركة فعشان هيك بتكون تخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية خلال هاي الفترة حاول إنك اليوم تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به يعني بمعنى آخر حاول تكون دارس الأمور كلها بكل اتجاهاتها ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وحاول إنك ما تهمل أي ملف أو أي قضية اليوم يعني بدك يتركز على كل شيء وتتممه وتكمله برج الحوت طبعا القمر الآن تحرك من البيت السادس اللي هو العمل وكثافة العمل وتراكم العمل والنقاشات والحوارات وبعض الآراء ما بينك وبين بعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم في مكان عملك حتى لو كيانة ست بيت مع أولادها اللي بيشتغلوا في البيت ممكن يكون فيه نوع من أنواع سوء التفاهم ما بعجبها أو ما بعجبكم كل شيء يعني بتحاولوا أنكوا تتمم وكل شيء على أكمل وجه وفي نفس اللحظة مرهقين من كثرة الأعمال الآن الأجواء تغيرت شوي لأن القمر الآن رح يصير مقابلك تماما فعشان هيك اليوم هذا بنقسم لشقين أو لقسمين القسم الأول منه هو إله علاقة بعلاقتك أو يعني بتركز حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو في العاطفة العلاقة مع الأزواج أو علاقتكم مع شركاء العاطفة اللي هو فيه رابط ما بينكم أهم شيء إنكم تكونوا اليوم أكثر تفهما لوجهة نظرهم ما في داعي للخلافات والصدامات وحاولوا تنسقوا بين مختلف الواجبات القسم الآخر إنه طاقتكم ضعيفة فعشان هيك يسهل استفزازكم بدكم تحافظوا على هدوءكم الكامل في هاي الفترة لأنه هاي الفترة شوي فيها نوع من أنواع الضغوط الكبيرة ممكن الأوضاع تصعب إذا أنت عاندتها لا تدخل بنقاشات ولا بجدالات ولا بصراعات ولا بصدامات ابعد عن المشاكل قدر الإمكان لأنه في الآخر راح تكون أنت الملم حاول أنك أنت تبعد عن هاي الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر